السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك في هذه الحلقة سنتعرف على ظروف أو قواعد وشروط استعمال الفاصل التفاضلي التنبيه هذه المرة عكس الحلقة الماضية أي أننا هنا سنتحدث عن الفاصل التفاضلي وليس القاطع التفاضلي لمعرفة الفرق بينهما راجع هذه الحلقة وكالعادة كل الحلقات سابقة مرتبطة بالشرح في هذه الحلقة ستجدونها في وصف أو شاشة نهاية هذا الفيديو إذن كيف أستعمل الفاصل التفاضلي وما هي الظروف التي تجعلني أستعمل الفاصل التفاضلي في لوحة الحماية الكهربائية وما هي أهم الشروط وقواعد استعمال الفاصل التفاضلي كل ذلك بعد الفاصل القصير للقناة بسم الله الرحمن الرحيم لاحظوا معي هذا التوزيع الذي أمامنا مثلا وضعنا قاطع تفاضلي في مدخل القواطع الحرارية المغناطيسية القاطع الأول والثاني خاص بالإنارة والثالث والرابع مثلا خاص بالبريزا والخامس خاص بالستائر النوافد والسادس خاص بالمكيف والسابعة خاص بالموقد الكهربائي لاحظوا جيدا كل الأجهزة التي تتواجد هنا هي أجهزة لا يتم تركيبها بالقرب من المناطق التي يتواجد فيها الماء أو كل هذه الأجهزة لا يتم استعمال الماء في عملها أو تشغيلها مثل غسالة الملابس مثلا نستعمل الماء فيها بالستثناء الموقد الكهربائي الذي من الممكن أن نضع عليه قدر ماء للطهو أو نقوم بغلي ماء عليه يعني الموقد الكهربائي معرض لانسكاب الماء عليه وتصرب الماء إليه طبعا في هذه الحالة توجد احتمالية لحدود تسريب كهربائي نتيجة بلل أو رطوبة بالماء سيفعل القاطع التفاضلي هنا سيتدخل القاطع التفاضلي وسيفصل الكهرباء عن كل هذه القواطع الحرارية المغناطيسية التي توجد ضمن حماية القاطع التفاضلي وإذا لم يستطع سكان منشأة معالجة المشكلة التسرب الماء والقيام بالتشفيف أو صيانة الجهاز المعطوم ستبقى هناك مشكلة فصل وقطع التيار عن العديد من الأجهزة قائمة ومستمرة بواسطة القاطع التفاضلي هذا طبعا يتعارض مع مبدأ الانتقائية وأيضا استمرارية التشغيل وتجنب الفصل الكلي أو الشبه الكلي للتركيبات الكهربائية يعني الفصل الكلي والشبه الكلي هو مرفوض في مبدأ الانتقائية في الحماية الكهربائية طبعا ثانيا المشكل أو العطب الذي حدث هنا هو مشكل تسريب كهربائي وضحته لكم هنا للشرح لكن تصوروا أنكم وجدتم قاطع تفاضلي يفصل الكهرباء على العديد من أجهزة الحماية الحرارية المغناطيسية طبعا هنا يصعب علينا اكتشاف مكان وجود العطب وهذا أيضا ضد مبدأ استمرارية التشغيل الذي هو ضمن الانتقائية في الحماية الكهربائية أي أن هنا لا يتم عزل العطب بسهولة وتحديد مكانه بدقة إذن ما هو الحل؟ الحل هو أنه مع الأجهزة الكهربائية التي هي معرضة للماء مثل موقع الكهربائي أو التلاجة يعني هي أجهزة معرضة للماء أو تعمل بالماء مثل غسالة أو سخان مياه أو الأجهزة الموضوعة بالقرب من الماء أو المعرضة للماء أو لبخار الماء لا بد أن نستعمل حماية الفاصل التفاضلي خاص بكل جهاز أو جهازين اثنين طبعا الفاصل التفاضلي هو جهاز حماية كهربائي يتوفر على ثلاث أنواع من الحماية الحماية من الحمل الزائد والتمسل الكهربائي والحماية من التسريب الكهربائي ويحمي أيضا من تعرض الإنسان للسحق الكهربائي الخطير إذن الفاصل التفاضلي بما أنه يتوفر على حماية حرارية مغناطسية وحماية تفاضلية نضطر لإستعماله بشكل منفرد أو معزول عن القاطع التفاضلي الذي يوفر فقط الحماية التفاضلية لذلك نستعمله مع القواطع الحرارية المغناطيسية يعني أن الفاصل التفاضلي يوفر جميع أنواع الحماية التي نستعمله داخل لوحة التوزيع الكاربائية تدفعنا هذه الميزة إلى توصيل الفاصل التفاضلي من مدخل تغذية القواطع التفاضلية أيضا لأنه لا توجد هناك حاجة لوضعه مع القاطع التفاضلي أن الفاصل التفاضلي أيضا يتوفر على حماية تفاضلية الفاصل التفاضلي بما أنه يتوفر على حماية التفاضلي طبعا لديه حساسية ضد سيارة سريب 30 ميلي أمبير هذا واضح جدا وبما أنه يتوفر على حماية حرارية مغناطيسية فلابد أن يتوفر بنفس القيم التي تتواجد على القواطع الفرعية الحرارية المغناطيسية يعني ستجدوا الأنواع B والC والD أيضا للفاصل التفاضلي وشدة تيار الحمل كل القيم المتوجدة أيضا في القواطع الفرعية مثل 6 و 10 و 16 و 20 و 25 و 32 و 40 أمبير إذن قلنا أن الأجهزة التي تزيد احتمالية حدود سريب كهربائي فيها يفعل حماية تفاضلية وخصصا الأجهزة التي هي معارضة للماء أو لبخار الماء يستحسن عزلها والسعمال فاصل تفاضلي مخصص لها حتى إذا حدث هناك تسريب سيتم فصل الكهرباء عن جهاز واحد فقط أو جهازين ونضمن هنا مبدأ استمرارية التشغيل الذي هو أيضا من أهم مبادئ الانتقائية في الحماية الكهربائية حتى يتم إصلاح العطب أو إصلاح مشكلة تسريب مثل تشفيف الجهاز أو إعادة تشكيل العزل لازم الأسلاك أو التصويرات التي تتسبب لنا في تسريب داخل هذا الجهاز لذلك عليكم اختيار نوع والقيمة التي كنتم تريدون اختيارها في القاطع الحراري المغناطيسي واختيار نفس النوع والقيمة في الفاصل التفاضلي وطبعا تيار تسريب محدد في 30 ميلي أمبير لحميل الإنسان من الساق وتوصيل هذه الجهاز بشكل مستقل عن التركيبات الأخرى الجفة أو البعيدة عن الماء والتي ستقومون بتوصيلها طبعا مع القاطع التفاضلي هناك شيء آخر هو أنني لاحظت كثيرا على الفيسبوك أو على اليوتيوب من يستعمل الفاصل التفاضلي العادي مكان الفاصل الرئيسي يعني يمكنكم أيضا استعمال الفاصل التفاضلي كفاصل أو قاطع عام للتركيب الكهربائي لكن يجب أن يكون ذلك وفق شروط محددة وهي أن تكون شدة تيار تسريب في حدود 300 ميلي أمبير أو 500 ميلي أمبير وإذا كان الفاصل التفاضلي يستعمل مكان الفاصل الرئيسي في حدود 30 ميلي أمبير مثله مثل باقي القواطع التفاضلي والفاصل التفاضلي التي توجد لدينا في نفس لوحة التوزيع هنا نقوم بخطأ عدم احترام الانتقائية الكهربائية في تيار تسريب ونضع قيمة واحدة لحساسية التفاضلي في التركيب يعني هنا إذا حدثت تسريب قد يفصل جهاز لحماية التفاضلي التنوي ويفصل معه الفاصل التفاضلي الأول أو الرئيسي وقد يفصل الأول قبل التنوي على العموم لا بد من احترام قواعد الانتقائية في الحماية الكهربائية وأيضا لابد أن ننتبه لنوع الفاصل التفاضلي المستعمل مكان الفاصل الرئيسي وأيضا لابد أن ننتبه لقيمة شدة تيار الحمل التي لا بد أن تكون أكبر قيمة موجودة لدينا في القواطع الفرعية الحرارية المغناطيسية يعني مبدأ الانتقائية في الحماية الكهربائية ولا بد أن ننتبه أيضا لقيمة شدة تيار الحمل للفاصل التفاضلي الذي استعملنا مكان الفاصل الرئيسي يعني يجب أن تكون أقل من قيمة تيار القاطع أو القواطع التفاضلية لتوفير الحماية للقاطع التفاضلي كما شرحنا في الحلقة الماضية في الأخير لابد أيضا لنا من مراعاة أنواع الحماية التفاضلية خاصة حسب الأجهزة لكل جهاز كهربائي يوجد له نوع حماية مخصص تحدثنا عنه سابقا في هذه الحلقة يعني أن قواعد هذه الحلقة التي تظهر أمامكم نطبقها على الفاصل التفاضلي والقاطع التفاضلي أيضا كان هذا كل شيء عن ظروف قواعد وشروط استعمال الفاصل التفاضلي أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح هذه النقطة أريد التنويه أننا هنا تقريبا تحدثنا عن أهم الشروط والقواعد الإلزامية أو الضرورية التي لا بد لنا من اتباعها في تصميم أو إنشاء لوحة الحماية المنزلية الآن يعني بعد هذه الحلقة يعني سننتقل إلى الحديث عن الأمثلة والحالات الخاصة أي أنني سأقوم بشرح بعض الأمثلة وسنشاهد أيضا مخطط للوحة توزيع الحماية الكهربائية وسنحاول تنفيذه لكن كل ذلك سيكون بعد شهر رمضان الأبرك إن شاء الله إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء